أحبط الجيش الروسي هجوماً للجيش الأوكراني على منطقة زاباروجيا مضيفاً أنه كبده خسائر كبيرة ووفق سلطات المنطقة الموالية لروسيا فإن القوات الأوكرانية شنت هجوماً مضاداً واسع النطاقة وأدت كل محاولاتهم لاختراق الدفاعات إلى خسائر فادحة لافتاً إلى أنهم لم يقوموا بعد بتنشيط الاحتياطيات الرئيسية تستمر الاتيامات الروسية للولايات المتحدة بتقويض عملية السلام مع أوكرانيا حيث قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولا باتروشيف أن القيادة الأوكرانية مستعدة لتسوية الصراع مع بلاده لكنها استسلمت تحت الضغط الأمريكي وأضاف أن واشنطن فرضت عدم إجراء المفاوضات بعد أن قدم أعضاء الوفد الأوكراني اقتراحاتهم ليعودوا ويتنازلوا عنها في إشارة إلى مفاوضات مارس 2022 في تركيا في غضون ذلك نشرت الدفاع الروسية مقاطع فيديو تقول إنها لعملية قصف وحدات أوكرانية قرب بخموت مؤكدة أن تحتفظ بالسيطرة على المنطقة فيما لا تزال تداعيات انهيار سد نوفا كخفكا تتفاقم حذر الصليب الأحمر من كارثة إنسانية بسبب الألغام بدوره حذر برنامج الغذاء العالمي من تداعيات كارثية جراء تدمير السد الأوكراني تشمل أكثر من 340 مليون شخص يعانون الجوع حول العالم في الأثناء زار الرئيس الأقراني فلاديمير زيلينسكي منطقة خرسون في جنوب البلاد والتي تغمرها المياه وناقش الوضع هناك بعد انهيار سد كخفكا زيلينسكي تابع عمليات الإخلاء في المنطقة وتنظيم الدعم للمناطق المنكوبة لافتا إلى أنه ناقش إصلاح النظام البيئي في المنطقة وموقف العمليات العسكرية في خرسون ترجمة نانسي قنقر